وليدي بدتم محسين جيراننا مطلقة ما تفيدك انت بعدك شباب وما متزوج اخذلك وحدة ما متزوجة وعلى هالمنوال نسمع ونشوف قصص بحياتنا كل يوم مجتمع يرفض زواج الرجل من المطلقة وبالمقابل اذا هو زوجته توفت او صار طلاق فطبيعي جدا الرجل المطلق او الارمل يتزوج ولازم تكون غير متزوجة والمجتمع يقبل الموضوع ظلم كبير على المطلقات من مجتمعنا وتهميش كبير الحقهم بالعودة الى الحياة الاجتماعية وتكوين اسرة من اول وجديد بعد فشل الزواج الاول وهو اللي يكون مسموح ومباح للرجل المطلق او الارمل لا والاقوى يتزوج اثنين ثلاثة اربعة ولازم ما يكونون مطلقات المطلقة ترى انسانة لها مشاعر ومن حقها تعيش وتنطلق للحياة حالها من حالك انت الرجل طبعا هذا الموضوع عليه صراع ازلي وخصوصا بمجتمعنا انه الرجل متاح الى امور المرأة مو مسموح الها ويا ريت بس انه هاي فقرت انه هي مطلقة فما يصر تزوج رجل اعزب لا همينة تأثر على سمعتها وينحيش على اخلاقها والرجل المطلق عادي يقولوا انت تزوج من جديد من حقك وتزوج ابنية اصغر بهوالي منك وتزوج عزباء صحيح عند هذا الحق صحيح وعدها مشاعر ومن حقها تبدي حياتها من جديد يعني على اي اساس ليش لانه انت بعدك عزب ما يصر تاخذ مطلقة يجوزي حتى اصلا ما عدا اولاد حاماتي ممنوع لا ما يصر تاخذ تاخذ لك ابنية صغيرة لانه ما يصرت اطلقة الله يعلمها شبيه سمعتها صحيح مع انه يعني انا كلش مندفع بهذا الموضوع يعني انا اطلق كل قهر عالم بالليوم مع انه المطلقة يمكن تكون تعلمت حتى اذا هي غلطانة تعلمت من اغلاطها عندها تجربة بالزواجة انه قبل الزواج دائم مثلا اكوا هوايا يقولون ان اي كلش عصبية تلقى نفسها وراء الزواج هادئة مثلا تقول أنا مو صبورة تلقي أنا في صورة الزواج صبورة أكثر فموضوع أنه الوحدة المطلقة يعني ما يسر يحكم عليها هذا الحكم لأنه من غير شي هي ماكو بنية تحب تكون مطلقة ماكو بنية يحبي تسمى اسمها مطلقة